ايه 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 ماما سعاد فيها او عمر لا لا طيب حصل ايه امت طيب طب خلاص انا جاي انا جاي سلام فاهمني ايه اللي بيحصل بيقولوا فيه موقربة ساعم اعمل حادثة ونقلوا مصابين كلهم عالمستشفى وفيه اتنى المشتبه فيهم ان هم ماما سعاد لا واحدة في غيبوبة و تانية مات لا 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 طب يلا بسرع يلا بسرع يلا بسرع بالنسبة للحالة اللي عندها غيبوبة هي فوق في نعانة مركزة المتوفية جوه في المشرحة والحالتين نسبة التشوات يوم عالية جدا وده بينطبق على شكل والدتك من حيث الطول والسن ولون الشعر وعلشان نتأكد هناخد عينة من شعرها وهناخد عينة دم منك ونعمل دي ايه شادي مش هنفع خالص يا شادي تناسي اللي ماما سعاد مش ممتنا بجد مش هينفع عدية ايه؟ طيب حد من قرايبها للأسف هي ما عنداش قرايب برضو هو احنا ممكن نتعرف عليها من بصمة ايديها؟ بالنسبة للحالة الفناية مركزة هينفع نامل كده لان صوباها سليمة أما الحالة التانية هيبقى صعبة جدا يلا عمر فضل طيب حدخل انا وهاشم نبص على في المشروحة بتح لهم يا حسني المشروحة لا فيش خيدي استغفر الله العظيم لا حول ولا قهد إلا بالله يا رب بسم الله الرحمن الرحيم تعال يا رب لا لا مش قادر مش قادر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قولي هي يا يوزف هي هي هيا هي خرج هيا ربنا يرحمهااه يا رب عدة غلاوتها في قلبك كل واحد فينا لي معايد تشتحيلك يا عبدا الله يرحمك يا حبدا كان نفسه شوفها اقوى عمر الله يرحمه ويحسن الديها انا هتبع لها الف مصحف ووزعهم صبع جري على روحها سبحان الله لما بصيت في وشها وهي ميتة حسيت انها بتتحكلي كأنها بتقولي انا خلاص صامحتك يا هاشو على اي حاجة انت عملتها عاشت عمرها كله مجنفكرش غير في حاجة واحدة تستهيب ليش مبسوطين ومش متخيل ازاي بحكة كده لما وعاش على ماما جات لربتني الجد واستحملت كل مشاكلها يا ماما سعاد ربنا يرحمه ربنا يرحمك ويغفرلك يا سعاد الله اشترك في بقات ووتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه وتسعة وتسعين قرش وبقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه وتسعة وتسعين قرش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة